اشتركوا في القناة يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ما خاب من تمسكا بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أقصد حسينا وزره ليلة الجمعة أقصد حسينا وزره ليلة الجمعة هذه الملائك حول القبر مجتمعة المصطفى أحمد يبدي له جزع والمرتضى حيدر بالحزن ينعاه أبصر بقلبك وانظر فاطم الزهر تعدو وقد نسيت في صدرها تعدو وقد نسيت في ضلعها كسرا لما إليه دنات لم تحتمل صبره أهوت عليه تنادي وحسينا أهوت عليه تنادي آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد أهوت عليه تنادي آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد هاجئت بالدمعي أروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم وإله بين الزكية تبكي أقبلت زينب نادت حبيبي ونيران العساة الهذاب شاء القضاء بسوت الشمر أن أضرب شاء القضاء بسوت الشمر أن أضرب وأن نساق إلى الطاقي سباياه أنا من شلشل علي لي لجية الشوف تحسيني الزهراء ليلة الحادي عشر صور كيف دخلت إلى كربلة أنا من شلشل علي لي لجية الشوف تحسيني وقفت بين الجثث نادي أتوينك يا بعد عين شفت جسام على الغبرة أحاكي ما يحاكيني وشفت الأكبر وقت لأبيك وين دلي أثار مقطعين القوم ووالي على بنيني اسألت عنك فياف الطيف طايح وين وديني دلتني على جسمه ولن نسمع يناديني ما يقول للزهراء دلتني على جسمه ولن نسمع يناديني يا يم الشوف تشوالهان خليدي أشبيدي يني بش شميني بنحر يا يم مولا تحضني صرخت فاطمة الزهراء وصاحت يا بعد عيني بعد عيني أنا أدري بصدرك ومرض راض ما لازم توصيني احشايا قال لولا الساعة اذكرها وتبتشيني بالله شنو عند الحسين فعلا على صدرة أنا احشايا قال لولا الساعة اذكرها وتبتشيني أخافني اللي تشمضي العيش ما خايفت لك تقول أشد من المدينة وأحدي بالدمع وتعنالكم كل ليلة الجمع وأهيال وأهيالي أشد يضعن واتخط بجدامي ودق ونعو أروح ونوح الصار جدامي وأهيالي والشم كسر ظلعوا عاجر آلامي من اتخيل وشوفت سادكم صرع أنا عاص الكرب لوي على صد نوحي وصيح حسيا يولي يدي مذبوح آنمك الزهر يا بعد روحي جي تعليك أنصب ما تم وانعا بدموع يا يم جي ترش قبراك وتنشق بريحة عطر دم نخرك ولول على الغفو نايم على صدر آياك واعلق بالزيارة لكل ولد شمعا أنا عد رجليك أقعد واجد بالون على الأكبر عد رجليك أقعد واجد بالنسبة ليلة وأخذ دمعته للمشرعة تاي لعد عباس ذا كشفه فلمقطع يا آي 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 آقل عباس يا بن جي تلم زا را آي 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 آك أنوحك وبعباتي يمسح غبارك وقوم النوب وانكتها على زوارك وخل بواب جودك دائم شرع وناجئت وناجئت وحق من عبدة الباري اسمع الزراء لسان حالها هذا واقع وحق من عبدة الباري وناجئت وناجئت عليك مشاشك روحي وناجئت سمعت بحزة المنحر أنا سمعت بحزة المنحر وناجئت شمن ونسيت الصاربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاتر فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كان ولا زال حديثنا طبعا نتحدث عن معطيات معرفية في هذه الآية الشريفة لأنه الآية من خلالها نهتدي إلى قضايا كثيرة كل آية من آيات القرآن تفتح آفاق أحنا ما نريد نتعرض إلى الآية كما يتعرض الآخرون يعني يطرحون الآية فسروها وإنما نريد أن نخوض في روح الآية روحها معطياتها قد يكون هذا الجانب أشمل وأوسع من جانب التفسير يعني نستوحي إشارات ودقائق ولطائف كما يقولون في كلمات الله سبحانه وتعالى فنستوحي إن كانت قريبة إن كانت بعيدة لكن بالتالي يمكن أن تكون مستبطنة في روح الآية القرآنية المباركة الآية الشريفة تشير إلى نحو من أنحاء المعرفة كما أسلفت وقلت هناك سبل مختلفة متعددة للإنسان يمكن أن يتوصل من خلالها إلى معرفة ما ولكن هذه المعرفة قد لا تكون متطابقة مع الواقع مع الحقيقة نحن من خلال المعرفة نريد أن نصل إلى الحقيقة إلى الحق في كل شيء لكل شيء حقيقة كل شيء له حقيقة فنحن من خلال المعرفة لا بد أن نتوصل إلى حقيقة ذلك الشيء نسى إن كان الشيء اعتقادياً إن كان أخلاقياً إن كان فقهياً إن كان اجتماعياً إن كان أمراً تكوينياً بلا فرق ما هي السبل التي يمكن أن نتوصل من خلالها إلى معرفة حقيقة ذلك الشيء ونعرف الحق حتى نتمسك به فيمكن أن تكون هناك ثقافات مختلفة رؤى مختلفة آراء مختلفة أحياناً الإنسان يحكم آراءه الشخصية قناعاته يعني هو عند قناعاته هذه القناعات أحياناً تختلف من شخص إلى آخر الطبيعة الإنسان أحياناً تختلف تشوف لك أكو إنسان هو طبيعة أن يكون متحمس طبيعة حماسية يتحمس إلى الأشياء أكو إنسان طبيعة لا أبالي فأحياناً هذه الطبيعة اللا أبالية يحكمها في الحكم على القضايا المهمة تيجي تطرح عليه مسألة من باب اللا أبالي فيتعامل مع القضايا الفكرية عن طريق اللا مبالات عن طريق التسامح وإحنا نسمع فلان متسامح هل أن التسامح سبيل للمعرفة إحنا يتراواننا كثير من الناس لما يقولون فلان متسامح يتراوالهم مدح مولانا متسامح لا تعني مدحاً الحق ما فيه تسامح الحق واحد أنا أتسامح أمام الحق أم أتسامح أمام الباطل لا التسامح مسموح أمام الباطل أتسامح مع الباطل الآن الداعش اللي جاء يقتني ويذبحني وينتيك مقدساتي أتعامل معه بالتسامح يعني أقدم الأبناء يقول ذول أبناء اذبحهم يعني أنت حتى تقنع حتى ترضى يعني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع فهذا المتسامح مولانا أحياناً لا تشدد يوصل إلى حقيقة ولا التسامح يوصل إلى حقيقة مولاناً ليوصل إلى الحقيقة النظرة الموضوعية فهذا إنسان لا أبالي أحنا نسميه متسامح يتراواننا المتسامح خوش آدمي حباب خلوق مؤدب كذا فلان هذا خير يعني يتسامح بالقضايا تطرح عليه فات قضية تقول له شنو رأيك أنت مثلاً إذا يبنى مسجد ماك مشكلة يقول لك ابن مسجد اللي يحب يصلي خليه يروح يصلي بالمسجد زين شنو رأيك إذا يبنى بار ملها ماك مشكلة هماتين أكو شباب كذا يعجبهم أن يرحون للملها هذا يروح للمسجد هذا يروح للملها أكرم الله المقام والمكان والسامعين الكرام ماك مشكلة هذا شنسمين قل هذا متسامح طبعاً معظم الأنظمة العالمية تقوم على هذا الأساس معظم أنظمة العالم اليوم تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان احترام الحريات الشخصية الحريات الخاصة تحترم حرية الإنسان كل واحد حريته قلنا من نسمة يعني الناس تحترم الحريات الحكومة تحترم الحريات وتحافظ على الحريات نطمع بهذه الحكومة ونطمح بها لذلك الآن كثير من الأعناق تتطاول أن تكون في عالم الغرب مثلاً لأن الحكومات الغربية اللي عندها مكان مؤسسة مسجد كذا يصلي ما لهم علاقة بي اللي يروح للكذا ويرتك بالمعاصي يشرب الخمر ما لهم علاقة بي ما لهم علاقة بي ما لهم علاقة بي وإن كان طبعاً أكوز دواجية أكوز دواجية بعض الدول الآن مولانا الآن أكو تشدد أوعدهم حضر للحجاب يحضرون الحجاب الإسلامي ممنوع يعني رفعوا دعوة إلى القضاء قبل لا أجي الآن كنت أطالع أخبار وكذا كانت إحدى الدول الغربية الآن ما قبلت قرار الحاضر للحكومة يعني ألغتهم يعني أعطت حرية للمسلمة أن تلبس حجاب بس أكو يعني الآن في فرنسا يرغضون خلف النساء بالشوارع يجرون حجاباتها فرنسا هي رائدة الحرية والديمقراطية والثورة الفرنسية اللي قلبت موازين العالم كله المرء إذا طلعت بالشارع لبنية محجبة يضايقوها يآذوها العدوية الحرية وين احترام الحرية الشخصية على العموم لكن يعني في الأعمة الأغلب أكو أكو نوعا ما احترام للحريات الخاصة زينا احنا هماتين بعض الأحيان أحبائي احنا تتحصل عندنا قناعات من خلال المقايسة مقايسات تصير عندنا يعني شلون خلي نضرب مثال من واقعنا احنا المقايسة احيانا أنا يخيروني يقولولي تريد نظام جائر ديكتاتوري لو تريد نظام مدني ديمقراطي شختار شوفوا وين حصروني حصروني بزاوية ضيقة تريد نظام ديكتاتوري ظالم جائر يعمل بالباطش والظلم والقسوة لو تريد نظام علماني ديمقراطي ينطيك حرية يخلي الإنسان يمارس حرياته براحته حصروني بين أنا يكون ديكتاتوري بين ماذا بين علماني مدني ديمقراطي فأنا تستهويني هذه يعني نسمع كلمة ديمقراطي يعني ماكو ديكتاتوري يعني ماكو ذبح يعني ماكو قتل يعني ماكو مقابر جماعية لاحظ مولانا هذه ليش شوف الرؤية القاسرة احنا ليش ما نجي نقول بدل أن تخير بين الدكتاتورية وبين علماني فاسد كذا ديمقراطي قلت ليش ما تطرح لي خيار آخر ثالث ليش مغيبين من عندنا قلت تحصرون رؤيتنا ضيقون علينا بدائرة ضيقة وتحصرون تفكيرنا في هالدائرة هذه نتوسع شوي هاي المقايسة مولانا احنا الآن نجي انقايس وضعنا وين قايسنا قايسنا ويا النظام السابق فجعلنا نترحم عليه ونتمنى ان يعود علينا قل ليش ما نتمنى ان يكون هنانك حكم حق حكم صالح يعني لا هذا ولا هذا يمكن او ما يمكن ليش ما احنا الآن يعني نطمح ونربي انفسنا وتفكيرنا ورؤيتنا ومعرفتنا على ان نسعى لتحقيق حكم صالح لا هو ديكتاتوري ولا هو علمان تحل حكم صالح حكم الله في الارض يعني ممكن لو ما ممكن لعد ليش ننتظر احنا دولة الحق ليش احنا في كل ليلة وكل جمعة وكل مجلس لما يذكر صاحب العصر والزمان لاحظ نعم التحية طبعا من هو صاحبها من هو صاحبها اليس لها صاحب حكم هو حكم الله في الارض هو حكم العدالة في الارض هو حكم الحق المحض زين حكم صاحب العصر والزمان بيدكتاتورية معاذ الله بعلمانية شنو اذا حكم صالح مولانا حكم صالح حكم عدالة لو لم يبقى من الدنيا الا يوم مهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الارض عدلا وقسطا احنا مولانا الان ذا يجينا نريدنا نظام حكم يعمل بالعدل والقسط السيد يقول لي ما يصير ماكو اقول لك انا جاي اتحدث على مستوى المعرفة ما لعلقة بالواقع انا جاي اتحدث على مستوى التفكير المجتمع لو كان يرتقي الى هذا المستوى المعرفي كان يسعى الى التغيير والتحقيق لو كان هذا الطموح موجود في انفسنا ونسعى الى تحقيقه اللهم مات ان يرحمنا مولانا الله ينزل علينا الرحمة لذلك يقول كيف ما تكون يولى كيف ما تكون يعني حتى على مستوى التفكير حتى على مستوى الرؤية حتى على مستوى المعرفة احنا الان معرفيا بحاجة الى تصحيح مولانا تصحيح وجهات نظرنا دائما نجن قايس مقايس مقايس هاي المعرفة الناشئة من مقايسة الاشياء بعضها الى بعض مولانا الله عز وجل يقول اكوى الوزن يوم اذن الحق الاشياء كلها لابد ان تقاس على ماذا على الحق مو تقيس بعض الاشياء الفاسدة الى بعضها الفاسد ونحن نقول هذا شر لكن بعض الشر اهوى ونريد احنا ندفع الافسد بالفاسد ليش نبقى في دائرة الافسد والفاسد هاي من اللي طرح علينا من اللي نضيق رؤيتنا من اللي حجم معرفتنا وقتلت عدنا الطموح وقتلت عدنا الهمم والانتظار مهي تأثر على مبدأ الانتظار لموجود عدنا له قداسة له عقيدة عبادة افضل اعمال امتي انتظار الفرج انتظار الفرج لماذا تدر انتظار الفرج لم تأثر الفرج اذا صار اكو طموح واكو معرفة واكو تهيؤ لهذا الفرج الله عز وجل يأتي الله عز وجل يأتي ولذلك يقول يأتي بعد اياس الناس ناس تأيس اياس يعني شنو اياس اولا بعض الناس طبعا صار عدة مشاكل بالحياة وظروف الحياة القاسية الصعبة واحنا هماتين ترى ما ننتظر الامام لأجل الامام ولأن الامام قضية مقدسة ورسالية ومبدأ وكذا وعقيدة واحنا بس واحد ينخدش هاي يكون الخدش يمالك ليش ما يطلع صاحب الزمان شيء شيء وكأنه الامام وقضية الامام والرسالات والسماوات كلها جاي على مود هاي العثرة مالك الوقع الكذا القلان الألم ومنه اكو مجتمع ما يتألم يا ايه الدنيا طبيعتها آلام الحياة طبيعتها مأساة الحياة طبيعتها مأسا اوجاع ألم شقاء مولا امام الصادق روحي له الفدا يقول له الواحد من اصحابه يقول إنكم لترجون المستحيل شو المستحيل يا ابن الرسول اكو واحد لم خبل يعني هذا يرجو المستحيل اكو واحد عاقل يرجو المستحيل شنو المستحيل اللي نرجو يا ابن رسول الله قال إنكم لترجون الراحة في الدنيا وهي أمر محال وهي الدنيا بيها آلام بيها علل بيها مرض بيها ميت بيها كذا فلا بيها فراق بيها صحيح لا هذه طبيعة طبيعة الحياة هكذا فإذا لاحظوا أيها الأحبة هذه المعرفة التي تنشأ الثقافة والرؤية والكذا والحكم لينبع من مقايسة الأمور بعضها إلى بعض نقايس هذا الشيء إلى هذا يعني نقايس الفاسد والأبسد فنجي إحنا شي نقول نقول لا عمل خلونا بالفاسد ولا نروح للأبسد ما نفكر أكو فاسد أكو أبسد أكو حق أكو شيء ثالث غيبوه علينا غيبوه عن معرفتنا شيء اسمه الحق والحقيقة شيء اسمه العدالة شيء اسمه الصلاح شيء اسمه الاستقامة ليش ما نفكر بيه لماذا لا نطمح بذلك هاي المقايسة باطلة أحبائي ولذلك أي شيء تقيس إلى الحق يكون باطل أي شيء تقيس إلى الحق تأباه ترفضه إذا قسنا الفاسد والأبسد نقبل بماذا ها شباب إنتوا شو تقولون فاسد وأبسد نقبل بشنو نقبل بالفاسد لكن إذا قسنا الفاسد إلى الحق نقبل الفاسد ما نقبله لكن هاي المقايسة ما جايز سرعة قاسوك 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 حيدر بسواك وهل بالطود يقاس الذر قاسوك قاسوك حيدر بسواك وهل بالطود يقاس الذر أنا ساوك بمن ناوك وهل ساونا علي قنبر ليش مولانا ليش لأن علي مع الحق والحق مع علي مع علي صلوات الله وسلام لذلك أيها الأحبة المعرفة اللي تنشأ من مقايسة الأشياء بعضها إلى بعض تكون معرفة ناقصة خاطئة باطلة تجعل الإنسان يرتضي الفاسد ويرتضي الباطل ويقبل به ويفرض على نفسه لكن إذا أراد أن يقيس الأشياء إلى الحق دائما يرتضي ماذا؟ لا يرتضي إلا الحق وهي قضية جدا مهمة جدا كبيرة عملاقة هاي القضية أحباب بعد أحيانا المعرفة أيها الأحبة تأتي من خلال التفسير الناقص للنص المقدس تفسير خاطئ للنص المقدس شلون مثلا؟ نضرب مثال يعني أكبر قضية اليوم أحنا وجودية يعني في عالمنا الإمكاني في عالم الإمكان أكبر قضية اليوم الناس تبحث عنها قضية وجود الإنسان في الطبيعة في الأرض شون إجا الإنسان؟ كيف جاء الإنسان إلى الوجود؟ كيف؟ الصورة الآن المرتسمة في الأذهان شنو؟ من خلال تفسير بعض النصوص يعني أو التفسير القاصر والسقيم للنصوص المقدسة اللي وارد في القرآن الكريم وفي الرواية الشريفة أحنا عدنا شنو الرؤية؟ الرؤية أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم مو الشكل؟ كيف خلق آدم؟ خلق آدم مثال كتلة من الطين كتلة قاوية من الطين نفخ فيه الروح رأساً آدم مشى وصار آدم صار بشر مو الشكل؟ ما هي الرؤية المرسومة؟ هذا تفسير خاطئ مرسومة لو اليوم إذا حاولنا أن نعيد خصوصاً العقلية المستنيرة اليوم نرجع للنصوص نجد أن النصوص تستبطن ما يتماشى مع العقلية المتنورة بنور العلم والمعرفة والاكتشافات الحقيقة شلون تقول شلون مولانا؟ مثلاً يعني أضرب لك مثال عدنا روايات تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق البارحة جبت البرهان وياي كان نيتي أقرأ الرواية وفات عليه الوقت ما قرأت اليوم هماتي أن نسيت الكتاب ما جبته لكن مضمون رواية رواية جداً عملاءة أتمنى لو كنت لأن الرواية طويلة وفيها مضامين عجيبة غريبة يعني ويا حبذا إذا أذكر الليلة الآتية أجيب تفسير البرهان سيد هاشم أقرأ النص رواية حتى نلتفت إلى بعض الدقائق الموجودة بالنصوص وكيف يمكن لنا أن نفسر هذه الدقائق العلمية الموجودة بالنص الرواية لكن الآن أشير إلى بعض القضايا أولاً آدم عليه السلام هل هو الوجود الأول الإنسان الأول في الأرض؟ ما تقول روايات؟ روايات تقول قبل آدمكم ألف ألف آدم مو ألف 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 يعني مليون آدم مليون آدم يعني هذا آدم ناس إش كم سنة صار له؟ ما أدري الله العالم يعني على أقل التقادير يقولون عشرة آلاف سنة إذا كل آدم عشرة آلاف سنة وما أدري إش قد يمتد بعد ومليون آدم يعني عمر الكرة الأرضية؟ أش قد؟ عمر الإنسان بالكرة الأرضية؟ أش قد؟ زين هاي إذا ريد نقيس هاي القضايا تتماشى مع التفسير لموجود اللي يقول عمر الكرة الأرضية وعمر وجود الإنسان بالأرض؟ بعضهم قال ستة آلاف سنة بعضهم قال عشرة آلاف سنة أقصى مدة تماشوا يا هال أما لا تتماشى فإذا نحن بحاجة إلى قراءة النص المقدس مرة ثانية نعرف بأن عمر الإنسان بالأرض يعود إلى ملايين السنين وكان هناك بشر وكان هناك ناس وإنسان موجود قبل آدم تعالي الآيات القرآنية طبعا هذا البحث عملاق مو أنا مو أنا طرح يعني سأنا أستجدي من هنا ومن هناك طرحون أهل الاختصاص لكن أنا مجرد إشارة وإنتوا خصوصا الشباب اليوم بحاجة أن يطالعون يعني لأن الشباب تهاجمهم أفكار منحرفة أفكار شاذة أفكار ضالة ممكن أن يحرفوهم يتراوالهم أنه النصوص نصوصنا المقدسة القرآنية الروائية نصوص يعني فارغة من محتوى علمي لا مولانا نحن ما قارئين هذه النصوص قراءة صحيحة مثلا خلي نشوف مثلا الآيات التي تحدثت عن آدم طبعا القرآن الكريم طرح هذه القضية في الطرح عجيب يعني طرح عملاق جدا أولا طرح آدم خليفة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليش؟ من أخذوا هاي الرؤية؟ من وجود بشر موجودين قبل آدم إنسان موجود قبل آدم بالأرض ولذلك حكموا عليه وهي الرواية اللي أنا لكرة الليلة ناوي أنا أقراها والكتاب يعني ما جبتها تشير إلى هذا المعنى نصه تشير إلى هذا المعنى وإن شاء الله الليلة الآتي أقرأها على مسامعكم طرح آدم خليفة ملائكة قالوا ذول البشر جاي في سدون جاي سفكون الدماء جاي عيثون في الأرض فسادة الله عز وجل أوحاء لهم قالهم لا أنا أصطفي من البشر أصطفي البشر واحد من البشر وراح طلع من صلبه أنبياء ورسل ومصلحون فأذعن الملائكة وقلهم ذول البشر الفاسدين راح أبعدهم عن الوجود ما خلي لهم وجود زن هاي وحدة القضية الثانية لاحظوا أيها الأحبة هناك عملية خلقه وهنانك عملية تسويه الذي خلقه فسوه والذي قدره فهدى يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لاحظوا هاي كلها مراتب مراحل خلقك فسواك فماذا؟ التعديل في أي صورة ما شاء ركبك الانتقاء والاختيار للصورة المثالية للإنسان بعدين التركيب المترابط لشخصية الإنسان ووجود الإنسان وكيانه مراحل هذه لو درست لو سلط الضوء على هذه المراحل القرآنية فيها عطاء عجيب غريب زين بعد آية أخرى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يسجدوا شوف هاي ثم تعقيب يعني هاي تدري ثم شنو بيها هاي مراحل من بعد مراحل إشقد عمر المرحلة الله ليدري إشقد عمرها بتقدير العيام والسنين الله يعلم حتى ما ورد في الروايات أحبائي وردت أرقام لكن هاي الأرقام تشير إلى حقبة زمنية لا تشير إلى رقم تحديد هاي رواية اللي أنا حاب الليل أقرأ على مسامعكم تقول آدم الله عز وجل خلق آدم خلقه جسدا أربعين عام آدم جسد بعدين أربعين عام آدم روح بعدين وراها أربعين عام آدم نفخ فيه العقل شنو يعني أربعين عام كذا هاي المراحل وهاي الفاصلة الزمنية تشير إلى ماذا تشير إلى وجود الإنسان قبل وجود آدم المصطفى آدم اللي الله اصطفى واختاره إن الله اصطفى آدم اصطفى مين اصطفاه غير أكون وجودات أخرى حتى يكون الله عز وجل اصطفاه وإلا لا معنى للإصطفاه الإصطفاء اختيار اجتباء الله يصطفي من بين خلقه يختار واحد يصطفي يعلي مقامه يعطيه درجة صحيح له لا إن الله اصطفى آدمه كذلك اصطفى نوح من بأن وجود ناس بشرية اصطفى إبراهيم اصطفى آل عمران آل إبراهيم آل عمران وهكذا اصطفى آل محمد أنا أزاحمكم على حب مولاي ومولاكم جميعا مولى العالمين صاحب العصر والزمان إن أدي لتحية ونحن قائمون وتتقدمون للأمام فسحون مجال رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد ونحن قائمون صلوا على محمد وآل محمد لاحظوا أيها الأحبة هذه كلها المراحل تختصرها رواية عن أمير المؤمنين ترتبط مع الآيات القرآنية مع روح القرآن بمعنى أن هناك إنسان حي إنسان يتكاثر إنسان نامي إنسان يعيش في الأرض ويمارس حياة طبيعية لكن يفتقد إلى أمر هذا يشير لها أمير المؤمنين برواية والآية القرآنية توحي إليها لاحظوا أحبائي الآية تقول الله عز وجل قال للملائكة ليم تستجدون لآدم هذا آدم اللي راح أصطفي ليم تستجدون له مو إذا أخلقته ولا إذا سويته لا آدم مخلوق ويبقى مخلوق لكن ما يستحق السجود يا آدم آدم العنسان يعني مو آدم هذا يتحدث عننا الآيات آدم يعني العنسان مخلوق لكن ما يستحق السجود بعده ما وصل إلى مرحلة الخلافة ما يستحق أن يكون خليفة لله بعد في مرحلة النمو بعد في مرحلة التطور زيان ما يستحق بعده فإذا أخلقت مجرد خلق الإنسان ماك سجود إذا سويته كذلك إذا استوى إنسان بالصورة الآدمية هذه بعدها مات ما يستحق السجود لم تستحق السجود فإذا سويته ونفخت فيه ها هاي اللي يشير لها أمير المؤمنين يعني شلو أن نفخت فيه من روحة تقول لي سيدنا يعني أكو إنسان مخلوق وعايش حي بدون روح أمير المؤمنين يقسم الروح إلى خمسة أقسام هاي تحل المشكلة بمعنى أكو إنسان يعيش مو هاي الروح المقصودة عايش حي نامي يتكاثر يتزاوج لكن ما حامل هاي الروح اللي نفقت فيه من روحي يقول أمير المؤمنين الروح على خمسة أقسام ها شوي بقى لكم يمني خمسة أقسام الروح أول روح يسميها روح البدن هاي اللي عندي وعند القطة وعند البقرة وعند الحمار جلكم الله وعند الكائنات الحيوانات هاي روح البدن وعند الدجاج وعند الكذا وعند البط جميعا عندهم روح بدن هاي اللي يتفارق الجسد يموت الإنسان هاي يسموها روح البدن واحد اثنين أكروح يسميها أمير المؤمنين روح القوة هذا الإنسان عند طاقة وقوة لا ما عنده مو يعني داب أو كائن حي لكن ما عنده طاقة وما عنده قدرات وما عنده قوة لا فإذا الإنسان موجود وعنده روح بدن عنده حياة يعني بالطبيعة وعنده طاقات وعنده قدرات بعد وروح الشهوة هاي روح الثالثة يقول أمير المؤمن يعني شنروح الشهوة يعني عنده غريزة وعنده تكاثر ويتزوج ويتناسل مثل بقية الحيوانات إلهنا بهذه الأرواح الإنسان يشترك مع ماذا؟ مع الحيوان قبل آدم أكو إنسان لكن بمستوى هذه الأرواح الثلاثة بعد روحين ما كانت موجودة إذا إجن ذن الروحين صاراً عند البني آدم عند الإنسان ذي جساء يستحق شنو؟ السجود ومقام الخلال الروح الرابعة يسميها أمير المؤمنين بروح الإيمان مولانا لشوي عدهم رؤية للروايات وإن شاء الله كلكم من أهل هذه الرؤية لأن اللي ما يلقي نظرة على رواية أهل البيت لا يفتهم ولا عنده فهم ديني يعني ما يقدر يفهم الدين بشكل صحيح أبداً ما يفهم الدين يعني الرواية شو تقول؟ شو تقول الروايات الشريفة هذا الإنسان المؤمن إذا راد يرتكب الفاحشة أكروح اسمها روح الإيمان شنو؟ اتفارقة سميها روح الإيمان أمير المؤمن بروايات هذه تفارقه روح الإيمان إذا ارتكب فاحشة يقول له هي تفارق الأبد؟ يقول للإمام لا بعدين تعود إليه لذلك شوف الإنسان مرة صالح مرة ويوم على يوم تشوف الإنسان ترى هاي الروح ممكن حتى يفقدها للأبد لهذا طلع من الطريق وهذا عمره أربعين سنة خمسين سنة ما يفوت صلاة الليل والهناك تشوفها قال وهذا كذا راح طريق آخر مو بلاش يعني مو بلاش هذا الحرام وإيه كذا وهات ومعرف إيه كذا والمال الحرام ولقمة الحرام والفواحش والكذا فلان مولانا تتراكم وكل ساعة طالع روح الإيمان هم من روح الإيمان تبزع بعدها ما يموت الإيمان مثل ما تروح البدل هم تروح فيديون بعد ما ترجع نستجير بالله تقول لي سيدنا هاي روح الإيمان علها وجود بالقرآن أقول لك نعم لا تجد قوما بسم الله الرحمن الرحيم شو يساعدوني بالآية خاف أخي أعينوني بها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان ذول اللي يحادون الله يعني يعادون الله ورسوله ذول المؤمن ما يحبهم ما يريدهم ما يواليهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم شي تقول عنهم الآية أولئك كتب في قلوبهم صحيح أنا قلت الإيمان وأيّدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان أي روح الإيمان وأيّدهم بروح منه إذا نعاك روح اسمها روح الإيمان من الله عز وجل الإنسان قبل آدم مولانا ما عنده هاي روح الإيمان ما كان واصل هاي المرتبة بعد ها هنا الشيء الأعظم يسميه أمير المؤمنين يقول وروح القدس هاي روح القدس بعد مو عندي وعندك وعند سائر الناس وهذه الروح تخص من تخص الأنبياء والرسل والأوصياء وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس بروح القدس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة هذا الروح عليه من ينزل الملائكة تنزل على المؤمنين الروح عليه من ينزل على بقية الله هاي لذلك رواياتي الشريفة تقول هذا الروح كائن أعظم وأقدس وأرفع من الملائكة جبرائيل وغير جبرائيل كلهم أمام هذا الروح يتصاغرون يسجدون سجدوا لهذا الروح المقدس هذا الروح القدس مولانا هذا الإمام الصادق شي يقول يقول هذا الروح المقدس منذ أن أنزل على جدنا رسول الله لم يرتفع بل هو فينا إمام بعد إمام بل هو فينا فيهم الآن وين موجود روح القدس يقاس به أحد أي سفاهة البشر اللي تقايس جيب صاحب الزمان ومدرمنه الإمام وعلي بن أبي طالب وتحط فلان وكذا وتقايس يعني أنا ساووك بمن ناووك وهل ساوو أولانا نعلي قنبر ما بها قياس نعلي قنبر ما يقاس بها فلان وعلا من الناس هذا علي هذا أنت العلي الذي فوق العلا كلمة أخيرة زين هادي إنا أنزلناه في ليلة القادر هذا تنزله الملائكة والروح فيها الملائكة ينزلون من خلال هذه الروح أو الليلة ليلة القدر والروح يا هي ليلة القدر حقيقتها شو يقول إمام الصادق في رواية صحيحة السند بالكافي الشريف يقول ليلة القدر جدتي فاطمة من عرف جدتي فاطمة أدرك ليلة القادر ليعرف الزهراء من عرف فاطمة راح يصير من أهل ليلة القادر مولانا هذه فاطمة لما تصير حج عليهم تنزلوا الملائكة والروح فيها كأنها ضرفية تنزل الملائكة وتنزل الروح ضرفيتها من السيدة الزهراء كأنه من خلال هذا روح القدس يتنزل على أهل البيت يتنزل على المعصومين هل شنو من قداسة للسيدة الزهراء بأبي وام شنو من عظم لفاطمة عليها السلام المجتمع والله يعني لو كان عند معرفة عند هذه المعرفة أو قاري يعني قاري أهل البيت قراءة صحيحة يجرؤون يضربون فاطمة على وجهها يجرؤون يجرؤون يضربون الزهراء على كتفها والسوت يلتوي على كتفها هو الأثر هو الأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي ومن نبوع الدم من جنبيها ينبيك عظم ما جرى عليه ومن سواد متن يسود الفضاء آيا آيا ساعد الله الإمام المرتب آثار مولانا آثار هاي الآثار شنو من آثار باقي سواد وهذا السواد يبقى وهذا الآثار يبقى وباقي الآثار ولا يزيل حمرة العين السوا هاي الحمرة باقية هذا ابن ابن حجر بالصواعق المحرقة مرة تكون الحمرة وين بعين الزهراء بعين الزهراء حمرة باقية ماتت الزهراء والآثار في جسدها أو مرة هنا بالسماء ابن حجر بالصواعق يقول هاي الحمرة قبل يوم عاشور ما موجود منطاح الحسين على التراب والسماء مطرت دم محمرت وكان استحقاق الأرض أن تبقى تمطر دم إلى يوم القيامة وتبقى محمر السماء يقول ليش يقول لي أن الله مو مثل نه إحنا واحدنا من يغضب يحمر وجهه الله ما عنده وجهه مثل نه ماد وكذا يقول فخلق هاي الحمرة دلالة على ماذا على غضب الله وهذا غضب الله ما يطفئه إلا صاحب الثقر بأبيه إلى واحد اللي يطف غضب الله ويطلب لما يصيح يا لثارات تدري لي امتح مرة الأفق أقول لك يعني راح أقول لك بيتي من الشعر واحد من الشعراء الشعبيين شهيد مات شهيدا من المجاهدين يصور يقول سيد الشهداء واقف والسماء كانت صافية طبعا يوم عاشورة ما أحمرت بعدها واقف سيد الشهداء وإذا بحجارة سكت أبا عبد الله في جبهته يلا شوفوا الصورة بجبين أحسين صاب الحجر وانشك أريد أقراه إليك شلمة شلمة حشايا حشايا واتقف فيهن وياي ترى حشايات بين حسشة شوية عمي وينهم الشباب وياي قفوا أنا بينلكم العبارات شنو بجبين أحسين صاب الحجر وانشك وغدا دم على عيون يتدف شنو شنو منو يتحملها زينة بتتحملها الزهراء تتحمل تشوف الحسين واقف والدم يصب على عيونه ومنرم مش عينه الدم يقطر على الحيته ليش هذا يجاء واحد اسمه أبو الحتوف وما أدري سوى يعني بجبين أحسين صاب الحجر وانشك وغدا دم على عيون يتدف فاق يجاء سهم الامثلث بتشبد ناك بتشبد ناك والي هو من فاق مهرج مدد وان صار الدم منا يطلعوا بعد مين ها بس ردر تسملك صورة تضل وياي بيها جدري منطاح سيد الشهداء وأصابه السهم في قلبه وطلع السهم من قفاه بأبي وأم ويقول انبعث الدم كلمي زاب سيد الشهداء خل ديه تشي رحمة بينا بهاي الناس ولا ما نقعد على هاي التربة المقدسة خل ديه تشي لا يوقع الدم قام ياخد دم لطخ راسه ياخد دم لطخ شيبته يقول هكذا علقى جدي رسول الله وأقول يا جد قتلني فلانه بس بوعولي أريد أقرأ لكم بيت يقول هو من فوق مهر وجذب ونون بالورماح بصفاح ايتثن هو من فوق مهر وجذب ونون بالورماح بصفاح ايتثن المهر مدرق بتولح سين ثن المهر مدرق بتولح سين ثن يقل الاركب يخو واض الميادين انت ابو علي انت الحسين اصعد مولاي حتى الجواد ما تحمل الحسين على التراب المهر مدرق بتولح سين ثن ثن يا يقل الاركب يخواض المياد هاي الصورة اريد تقربها الكم هاي مياخ الدم الحسين من صدره وعلى راسه وعلى شبته السوى اشار الى المهر ان يدنوا لأدنا قال له هاي علامة من عنده وروح زين بخذها وروح وين خلى ايده يقول حطي دع لنا صيت وتحسار يقل المعذر منك يلشقر تقل اركب وانا بهالحال ما قدر شلعان اركب قلب صعار نص المهر السوى اخذ الرسالة هذا اصيل هذا ايجا يصهل يقول سدر للخيم يصهل بالاحزان العد ما يلو يسحب بالاعنام زين بسمع توصر ختي نسوان ردليان المهر من دون خي طلعنا بنات الرسالة يلا الحسين طبعا قبل الله طلعا طلعت حبيب عزيز حبيبة قلبه كانت هائمة بأبيها الحسين فدو الهوح وشقها للحسين طلعت سكينة تستقبل أباها تفاجأت رجعت العمتها مخنوقة قالت عمه لقد عاد جواد أبي بلا أبي عمه ما رجع عبوي الحسين طلعت تهروي الزينب صاحت يا جواد الحسين أين حسين بلا يا مهر تشالي أش دبيت إش مالك ما جبت خيالك البيت إتقل ليا مهر تشالي أش خليت أش مالك ما جبت خيالك البيت هانع ليك بالميدان خلي ما هذا المظن بشيمتك يحصان يقل لها يا زين أبعت بشعل العين لا تشنموش وقت اعتاب وتعتبين خلي الروح يا زين بنشوف تعيوية للحسين يقل قبعة تروح حول الحام راح مات أخوي حسين أخوي حسين صاح كم مرة عثرت كم مرة طاحت زينب طاحت أو كلمرة عثرت صاحت يا يما يا ما أدري سمحوا لي أقرأ هذا البيت لا يقول لجنش الفايدة حين وصلت زينب الأمر فايت لقت هوت وبقطع نحر قبلت صحت يم حسن يم تعالي وشوف كربلس في دور وحلكم في دور هالصوت هذا رجاء أنت رأي الزهرة الليلة حاضرة هاي كربلس وين بيا 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 مكان الآن يم شف العباس بالتل الزينب يم المنحار يم قبر الحسين عند صدر المولى عند قد ما عرف أنا بس الزهرة موجودة وإن شاء الله تعاين علينا انت هماتين بقلبك ويا زينب تعالي يم حسن يم تعالي وشوف كربلس و يم حسن يم سوت بحالي بحالي طلعت من المدينة براس عالي أخوتي عن يمين وشمالي أنا ما حس بيت بها يتال زمان يدور ويغير تغير حال زين يلا مولاتي هاي أبياتي يا زهراء وانت بكربلة اتقلها مبعيد يا نيمت يا يم ومبعيد وانا شفت عزيان من قطر والله ريد ثلث ايام نساكن البيد نوب اطلع ودور خنص ارد اسمح مل عندك لانا ارد اطلب حاجة الو الى نوب اطلع ودور خنص ريد ونوب اطلع ودور شف شف عضيد نوب اطلع ودور شف عضيد مجيد كل عطاء هذا ترشف من طاح يعني جاب كرام ويا ايو والله جاب عطاء جاب رحمة للبشرية نوب اطلع ودور شف عضي ايدي ونوب اطلع ودور علو ليد عبد الله الذي قطع ور ارد اقرأ هاي البيتين واريدكم ويا ايها تقرأ انا مس اقرأ هنو اسمعكم يعني افا 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 اعطم لو خلت الحسين مجدل وقد مات عطش عن آيان هذا البيت انتقروا انا عزي اذا للق الهي بحق الحسين الوجه بسم الله الرحمن الرحيم اما يجب المضطر اذا دعاه ويكشب السوء اما يجب المضطر اذا دعاه ويكشب السوء اما يجب المضطر اذا دعاه ويكشب السوء الهي بحرمة مولانا صاحب العصر والزمان الهي بقدس مولانا صاحب العصر والزمان الهي بروح قدس مولانا بقيتك العظمى في أرضك صاحب العصر والزمان بحق الحسين الوجيه بحق الزهراء الشفيع المشفعة الراضية المرضية اللهم ارتضينا من خدام الحسين ولا تحرمنا من خدمة المولى أبي عبد الله الحسين اللهم لا تحرمنا من البكاء على الحسين وإقامة العزاء على الحسين اكفنا شر أعدائنا اللهم اكفنا كل وباء وبلاء يا أرحم الراحم اقضي حوائج المحتاجين لا بأس أن تمدون أيديكم اقسم عليك بكفة قمر العشيرة أبل فضل العباس ألا ترجع ولا تنزل هذه الأيدي خالية من لطفك وعطائك عند حاجة ادعونا وياكم أحبائي شافي وعافي كل مريم إلهي بعلة الزهراء المظلومة العليلة بحق فاطمة العليلة بحق العليل زين العابدين ألب الشيعة الحسين بصدر الحسين ألب الشيعة الحسين ثوب الصحة والعافية تقبل من المؤسسين والحاضرين بأحسن القبول إلى شرف النبي وآله إلى شرف مولاة الصديقة فاطمة وإلى شرف محسنها الصبت الشهيد وإلى شرف مولاة الحوراء زينب مولاة أم البنين مولاي قمر العشيرة أبل فضل العباس إلى أرواح العلماء والشهداء وخدام الحسين رحيم الله خصوص المرحوم سيد جاسم طوير جاوي رحيم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات موسيقى